السلام عليكم أولا نشكركم بزاف على التعليقات المحفزة أخي المواطن تبع معي أي تعليق أو استفسار كتبوا في خانة التعليقات على بركة الله هذه القوانين مهمة جدا لأصحاب السيارات وحتى اللي باغين يشوي السيارة في المستقبل إن شاء الله كمل معي الفيديو باش تفهم ليه هذه القوانين اللي داروهم القانون الأول بعد مسادقة البرلمان بغرفاته على مشروع القانون المالية لسنة 2021 والذي تضمن إلغاء الضريبة الجديدة على التلوث والمقدرة بـ 1500 دينار على السيارة السياحية و 3000 دينار على السيارة النفعية فإن هذا الإجراء سيدخل رسميا حيث تطبيق بداية من 1 جنفي 2021 للتوضيح أخي المواطن هذه هي اللي زادوها علينا كي كنا نخلصوا تأمين السيارة اللي كانت 1500 دينار على السيارة السياحية والنفعية 3000 دينار وكي تسأل موظف اللي في التأمين يقول لك هذه تأمين إذن من 1 جنفي 2021 إن شاء الله سيتخلص التأمين بدون 1500 دينار والأمر الثاني أخي المواطن أن وزارة المالية شددت على وكرة التأمينات عبر تعليمات للشركات التأمين الناشطة في سوق الوطني تمنع منعا باتا تجاوز مدة تسليم ستين يوم واحترام قوانين متفق عليها في اتفاقيات جماعية لشركة التأمين في وقت شهدت ملفات الزبائن تراكم النتيجة اكتفاء بالتخفض وعدم وجود سيولة مالية لتعويض المتضريرين حيث ينتظر العشرات الآلاف الضحايا حوادث المورود تعويضاتهم منذ عدة أشهر من دون جدوة والمفروض كان هؤلاء استليموا المستحقاتهم في ضرف ستين يوم كأقسى تقدير ويفرض القانون أن يتم تعويض الزبون في فترة قاصيرة وأن لا تتجاوز أجار طي الملفات شهرين أي ستين يوم كأقسى تقدير في حين أن الملفات المتواجدة لدى المحاكم يجب أن لا تتجاوز ثلاثة أشهر كأقسى تقدير وفي الآخير دمتم في رعاية الله وحفظه سلام موسيقى